انضمت بريطانيا الى الدول التي تصنف حركة حماس منظمة ارهابية وكشفت صحيفة الگارديان والاندبندنت البريطانيتان انه بموجب هذا القرار فان اي شخص يعبر عن دعمه لحماس او يرفع علمها او يرتب لقاءات لها قد يواجه عقوبة السجن الفعلي لمدة قد تصل الى عشر سنوات وبحسب الگارديان قالت وزيرة الداخليات البريطانية بريتي باتل في تصريحات صحفية انه لم يعد بالامكان الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي للحركة مضيفة ان القرار الجديد يستند الى مجموعة واسعة من المعلومات الاستخباراتية والروابط بالارهاب على حد قولها اسرائيل من جانبها سارعت بالترحيب بالخطوة البريطانية ووجه رئيس الوزراء نفتالي بينت الشكرى لنظيره البريطاني بوريس جونسون على هذا التحرك وحتى الان تحضر بريطانيا الجناح العسكري للحركة لكن سبق وان ادرجت الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الاوروبي حماسة على لائحة الارهاب